نحن نتوجه نحو الحرب مباشرة نحو حرب شاملة بدأت بشكل مناوشات وعلم حزب الله صراحة منذ البداية أنه لا يريد أن يدخل في حرب مفتوحة أو شاملة مع إسرائيل وإنما يريد أن يشكل جبهة إسناد ومشاغلة للجيش الصهيوني لتخفيف الضغط عن قطاع غزة وعن ضبطة الغربية هذا الشعار الذي رفعه وحصل نص الله في أكثر من الخطاب وعلم عنه قادة حزب الله مرارا وتكرارا أعطى إسرائيل جرعة أمام بحيث شعرت أنها ليس أمام خطر حقيقي على الجبهة الشمالية وإنما هناك من يريد إشغالها أو استهلاك بعض قوتها على الحدود اللبنانية وبالتالي تفرغت لمعركة غزة أما وقد أصبحت معركة غزة الآن معركة مناوشات وليس معركة اشتياح وضغط عسكري واسع النطاق قامت إسرائيل بسحب قواتها واستعدت لمدة أشهر وهي تقول صراحة نحن سنتوجه نحو جبهة الشمال للتغيير الواقع الموجود على الحدود الشمالية أيضا إسرائيل سبق وأن أعنت على لسان نيتنياهو مع مطلع الحرب بعد 7 أكتوبر ومن ثم منذ أيام أن المعركة في الشمال كما المعركة في قطاع غزة هي لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي والأمني في المنطقة ككل في شكل أوسط ولبنان مفتاح هذا الوضع باعتبار أن حزب الله هو المخلب الإيراني في المنطقة العربية وفي الشاق الأوسط بشكل عمومي فحزب الله هو الذي يخوض الحرب في سوريا إلى جانب الإيرانيين وبل هو رأس الحربة وفي العراق كما في اليمن أيضا ولذلك الحرب في لبنان سوف تتوسع لتكون حربا شاملة وما نشهده الآن هو أنها حرب تغيير للواقع اللبناني وتغيير موازين القوى وضع وإضعاف حزب الله بالفعل بقوة شديدة التأثير على قدرات حزب الله سواء باغتيال قاداته الميدانيين أو مستودعاته أو بنيته التحتية وبالتالي نحن فعلا في خضم حرب شاملة غير المعلنة على أنها حر ولكن تداعياتها هي حرب شاملة وبالأمس شهدنا هذا النزوح الكثير غير المسبوق على الساحة اللبنانية لأن هذا النزوح يشكل حالة نزوح جماعي لكل الجنوبيين وفي البقاء أيضا وليس كان في السابق ستنذر قرية معينة أو منطقة معينة بالخروج قبل قصفها أما الآن دون أي انذار فشاهدنا الجمهور اللبناني في الجنوب لبنان يغادر دون أي تهديد رفضي أو إعلاني أو حتى إرسال رسائل مشفرة أو غير مشفرة الجميع خرجا لأن الحجم الهجوم الصهيوني على جنوب لبنان كان كبيرا جدا وبالتالي لا قدرة لهذا الجمهور تحمل هذا الضغط العسكري والضغط الحربي الذي يطال الأرواح والممتلكات أيضا بذلك نحن أمام حرب مفتوحة بالفعل لتغيير القطة طيب سيد حسان في حال الحرب الشاملة دلعت وبدأت هناك مراقبون يرون بأن سوريا ستكون في قلب العاصفة كيف تعلق على هذه النقطة؟ هل فعلا الساحة السورية ستكون في قلب العاصفة؟ أم سيكون التأثير على سوريا مع حدود كما يصفها البعض الآخر؟ في الواقع كثير من مؤيدي حزب الله ومن المحللين أو الإعلامين الذين يظهرون على الشاشات يحاولون أو الأحرى هم مربكون لأن سوريا حتى الآن كنظام أتكلم لم تتحرك إلى جانب حزب الله أو أثبتت أنها جزء من محور طهران في المنطقة استفادت من هذا المحور لضرب الثورة السورية لتهجير الشعب السوري للتلاعب بالديمغرافيا لتدمير أحياء ومدن وقرى ولكن لم تقف إلى جانب هذا المحور في معاركه ولذلك لاحظنا أن نصر الله وكذلك نعيم قاسم وقادر حزب الله لم يلمحوا إلى الدور السوري مطلقا في هذه الحرب حتى أن نصر الله قام بتبرير التلكؤ السوري كنظام عن مساعدة محور طهران أو عن الوقوف إلى جانب حزب الله في معركته باعتبار أن سوريا الآن تعاني من نتائج الحرب المدمرة وإلى آخره إنما هذا كان تبرير بالفعل وليس أكثر من ذلك النظام السوري بعد أن استنزفه كل ما يمكن أن يأخذه من إيران ومن ميليشياتها لضرب شعبه لبقاء في السلطة لا يريد أن يدخل في حرب أخرى تكلفه السلطة في سوريا لذلك يحاول أن يقدم أوراق اعتماده للعالم العربي والإسلامي وكذلك للدول الغربية بأنه مستعد للتخلي عن تحالفه مع إيران وعن دعمه لحزب الله مقابل أن يبقى في السلطة مدة أطول أو أطول مدة ممكنة وهذا ما لم يأخذ به حتى الآن لا العرب ولا حتى المجتمع الغربي ومجرد إعلان فتح بعض السفارات لكن لم نشهد بعد هذا الإعلان أي تعاون أمني أو تعاون مالي أو تعاون اقتصادي أو دعم لهذا النظام ماليا وهذا ما يحتاجه أساسا هو يريد الدعم المالي للنهوض بالوضع المنهار داخل سوريا للنقص في المواد الغذائية للنقص في الخدمات لتدهور البنية التحتية وأيضا لعادة استيعاب جمهوره في داخل سوريا لذلك سوريا كدولة لن تكون ضمن هذا المحور في أي صراع وأظن أن إسرائيل بهجماتها المتكررة على المواقع والمونة التحتية التي أقامتها إيران وحزب الله هنا نسمع في لبنان أن النظام السوري وبعض مؤسساته متورطة في إبلاغ إسرائيل عن هذه المواقع وتسهيل عمليات قصفها وضربها ونحظنا مؤخرا قضية لون الشبل ومقتلها بطريقة استعراضية للقول بأنها من كانت تسرب المعلومات للأجهزة الروسية وبالتالي من الأجهزة الروسية إلى الأجهزة الإسرائيلية وكأن المشكلة انتهت عند هذا الحد ولكن القصف لا زال مستمرا الضربات الإسرائيلية على المواقع التابعة لمحور طهران لا زالت تتواصل مما يعني أن النظام السوري كما باع شعبه الآن يبيع حلفائه حتى يبقى في النظام باعتباره نظاما طائفيا يعمل للبقاء كقوة تمثل أقلية معينة يريد أن يكون زعيم حلف الأقليات في المنطقة وهذا انتهى إلى غير الرجعة أما المشكلة الثانية التي يعانيها النظام الآن هي عملية النزوح الكثير من اللاجئين هناك سؤال نعم سيد حسان هو بالضغط ما كنت سأسألك عنه عملية النزوح إلى سوريا وأيضا في البقاء نفسه هناك أكثر مخيمات للاجئين السوريين عدد كبير من اللاجئين السوريين اليوم مع هذا التسعيد العسكري كيف سيتم التعامل مع هؤلاء اللاجئين مشكلة محور قهران كيف يتعامل هو أيضا مع النازحين السوريين ما أطلع الحرب اللبنانية التي بدأت في 7 أكتوبر بدأ يتهم النازحين السوريين بأنهم يرسلون المعلومات لإسرائيل لقصف المواقع التابعة لحزب الله ثم تراجع عن هذا الاتهام وبدأ حزب الله يقول أن المشكلة هي في الكاميرات أو في التليفونات أو شيء من هذا القبيل النظام السوري لا يريد عودة النازحين إلى سوريا لأنه يعتبرهم أيضا كتلة بشرية لا يستطيع أو لا يملك القدرة على ضبطها ثانيا يعتبرهم خزانا ماليا لأنهم يؤمنون مأكلهم ومشربهم في لبنان وخارج لبنان وهم أيضا يرسلون أموالا إلى ذويهم الذين بقيوا في سوريا فإذا عادوا إلى سوريا لا قدرة النظام على إطعامهم ولا على تأمين وظائف وعمل لهم وبالتالي سوريا تعاني من نقص غزائي وبالتالي سيشكلون عبءا إضافيا عليه فكيف إذا ذهب اللبنانيون الآن إلى سوريا بعد أن كانوا إلى جانب النظام السوري داعمين ومقدمين له شبابهم حتى يستخدمهم في حربه على الشعب السوري وعلى أهله في سوريا الآن أصبحوا عبءا عليه وهو لا يستطيع أن يتحمل هذا العبء ثم هناك بعض العلاقات السيئة أيضا ما بين الشعب السوري والمجتمع حتى نسميه بالأسم المجتمع التابع لحزب الله والتابع لإيران نتيجة الشعائر التي يمارسونها والاستفزاز العالي النبرة الذي يمارس بحق الشعب السوري فلذلك الآن هم يتهيبون الذهاب إلى سوريا البعض ذهب طبعا ولكن إلى مناطق محددة ربما حزب الله قد حددها لهم ولكن بخوف وبقلق وهذا ما نسمعه هنا في لبنان أن الذهاب إلى سوريا بشكل مخاطر وهناك عدم قدرة على ضبط الوضع في حال تغير الوضع وضع حزب الله في لبنان إذا ضعف أكثر من ذلك إذا ضعف في لبنان لن يستطيع حماية جمهورها الموجود في سوريا وبالتالي المشكلة معقدة بالفعل ولكن اللبنانيون أو بالأحرى البيئة حزب الله من اللبنانيين الذين يريدون الذهاب إلى سوريا ترددون كثيرا ثم أنهم يعانون من أزمة مالية أيضا فلن يشكلوا قيمة مضافة للنظام السوري ولن يشكلون عبءا مضافا على مشاكل وهموم النظام السوري بنفسه أشكرك جزيل الشكر سيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات كنت معنا مباشرة من بيروت ترجمة نانسي قنقر